الدحي معبر الموت اعتداء وتحرش جنسي وغيرها من الانتهاكات منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف أصدرت تقريرا مفصلا عن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع في منفذ الدحي خلال عام كامل ومن بين الانتهاكات التي قالت سام إنها تمكنت من رصدها وتوثيقها 29 جريمة قتل و181 إصابة و93 اعتداء جسديا و25 جريمة اخططاف وتعذيب و21 جريمة نهب لممتلكات و19 جريمة نهب لمقتنيات شخصية وثمان وقائع تحرش بالنساء بالإضافة إلى منع وصول استوانات الأكسجين إلى المستشفيات وتحويل المدينة إلى سجن كبير تعز التي نالها النصيب الأكبر من انتهاكات حقوق الإنسان خلال حصار جاوز السنة والنصف غابت طويلا عن أنشطة منظمات حقوق الإنسان وحين حضرت حضرت بوجه غير وجهها الحقيقي فبحسب نشاطاء حقوقيين من داخل المدينة فإن تعز تتعرض لتشويه متعمد من قبل بعض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية منظمة العفو الدولية على سبيل المثال أصدرت تقريرا قبل أيام يقول إن المقاومة الشعبية استخدمت مستشفى الثورة بتعز كثكنة عسكرية ومنعت علاج جرح حوثيين ما دفع هيئة المستشفى والسلطة المحلية بتعز لإصدار بيانين منفصلين يكذبان الدعاءات العفو الدولية ويحملانها مسؤولية ما يمكن أن يترتب على تقريرها الذي بدى مستندا إلى معلومات ذكرت في تقرير منظمة محلية تستخدم الملف الحقوقي بتعز لتمرير أهداف سياسية في الوقت الذي تعز تنتظر من الحقوقيين ومن المنظمات أن تلتفت لمعاناتها ولانتهاكة حقوق الإنسان التي تحدثها الميليشية في تعز نجد أن التقارير التي تتحدث بها المنظمات مخالفة للواقع تماما مخالفة لما نعيشه على أرض تعز منذ أكثر من عام عمان من الحرب والحصار والنزوح يعيشها سكان المدينة التي تتعثر مساعدتها الإغاثية قبل أن تصل إليها مرة بمنع الميليشية لوصولها وأخرى بإهمال السلطات التي لم يلمس المواطن جهودها حتى الآن في الوقت الذي يسمع منها حديثا مكررا بأن تعز تتصدر أولويات الحكومة على المستوى الإنساني والخدمات وعلى مستوى استكمال معركة التحرير من سيطرة الميليشية